أصبح السلوك التركي يمثل تجاوزا للأزمة الليبية حيث لم تعد أنقرة تستمر في سياساتها القائمة على دعم الميليشيات أو دعم حكومة الصخيرات سياسيا وعسكريا عبر شحنات السلاحة التركية التي تحولت مساراتها من السر إلى العلن بل تسعى أيضا إلى تعزيز مواقعها في مجابهة منافسها الإقليميين والدوليين إلا أن كافة هذه الاختراقات لا تمنحها القوة للدفاع عن شرعية تواجدها في ليبيا فقد كشفت الكاتبة الصحفية التركية المعتقلة ميصر يالدز أن بلادها لا تمتلك القوة الكافية للدفاع عن شرعية تواجدها في ليبيا مشيرة إلى أن منطقة الهلال النفطي التي تسعى حكومة السراج بدعم تركي الحصول عليها تشهد حماية عسكرية ضخمة ما يجعل تركيا عاجزة على السيطرة عليها وأوضحت الكاتبة التي تم اعتقالها مؤخرا نتيجة تنشر معلومات عن العمليات العسكرية والأعمال المتطرفة لأردوغان في ليبيا أن وزير الدفاع التركي خالوسي أكار كشف في حوار تلفزيوني له مع قناة الجزيرة القطرية أن حكومة السراج أرسلت خطابات إلى خمسة دول لطلب الدعم مطلع أغسطس الجاري إلا أن تركيا برئاسة أردوغان فقط هي من استجابت لتلك الدعوة وفي ذات السياق لفتت الكاتبة من داخل المعتقل أن العسكريين الأتراك المسؤولين عن العمليات العسكرية في ليبيا تمت ترقيتهم في يوليو الماضي وعادوا إلى تركيا لأداء مهامهم الجديدة مبينة أنه لم يتم الكشف حتى اللحظة إن كان تم تعيين قادة جدد لإرسالهم إلى طرابلس بدلا منهم الأمر الذي قد يشير إلى تولي قطر زمام قيادات العمليات العسكرية في ليبيا بدلا من تركيا خاصة بعد اللقاء الذي جمع وزيرات دفاع التركي والقطري الأسبوع الماضي في طرابلس والذي أعلن من خلاله تحويل ميناء مصراتا إلى قاعدة بحرية تركية بتمويل قطري اشتركوا في القناة